ولكنه في اعتقاد أعزائي هناك تساؤل أكبر حتى أوضحت صورة كاملة للأعزاء هناك تساؤل أكبر وأهم وأعظم وأخطر وهو أنه ما هي أهم سمات وخصائص التفكير العلمي والبحث العلمي حتى من خلاله نستطيع أن نقول العلم يثبت والعلم ماذا؟ لا يثبت ما أدل قدرت أوصل أعزائي السؤال؟ السؤال ما هي أهم خصائص التفكير العلمي الحديث وعلى أساسه يتضح من هو العالم لأنه إذا الخصائص اتضحت عند ذلك نقول هذا عالم وهذا ماذا؟ الملاك بأيدينا بعد إذا صار الملاك بأيدينا عند ذلك نستطيع نقول لا يقول كل واحد يطلع لمولانا من كذا يقول أنا عالم إذن والعلم لا يثبته لا بد أن تتوفر من ذلك ماذا؟ ها؟ هذه الخصائص أما ما هو التفكير العلمي؟ نصيحتي للأعزاء واقعا الكتاب ليس بكبير أعزائي لا يتجاوز الكتاب فقط 250 صفحة مولانا التفكير العلمي من عالم المعرفة أعزائي هذا اللي أوصيكم يا أنا تجدون أؤكد عليها واقعا مفاتيح تعطيكم يعني بإمكانكم أن تنفتحوا على آفاق جديدة عالم المعرفة العدد الثلاثة التفكير العلمي الدكتور فؤاد زكريا ومن المتخصصين في المناهج العلمية عند دراسات قيمة في المناهج العلمية دكتور فؤاد زكريا ما هو التفكير العلمي أعزائي؟ هذا تعريفه بنحو الإجمال أنا فقط بقدر ما أستطيع في هذه الدقائق أقف عندها يقول فليس التفكير العلمي هو حشد المعلومات العلمية أو معرفة طرائق البحث في ميدان معين من ميادين العلم وإنما هو ما هو التفكير العلمي؟ وإنما هو طريقة في النظر إلى الأمور تعتمد أساسا على العقل والبرهان المقنع بالتجربة أو بالدليل إذا إذا استطاع أحد أن يقيم لك تجربة أو يقيم لك دليلا فهذا ما هو؟ ها؟ فهذا هو التفكير العلمي بعد أتصور مولانا قال ما الحكمة؟ قال وضع الشيء في محله قال ما الكذا؟ قال فقد وصفت قلته لأنه من هذا يتضح أنه ما لم يكن هكذا فهو شنو؟ تفكير علمي أو ليس تفكيرا علميا؟ ليس تفكيرا أما الخصائص أعزائي أرجو أن أوفق هنا أنا أنا ذاكر خمس خصائص أعزائي الخصوصية الأولى الحقيقة العلمية دائما نسبية وليست مطلقة في الصفحة سبعة عشر أعزائي في الصفحة سبعة عشر يقول في صفحة سبعة عشر ومن هنا فإن سكان البناء العلمي كما قلنا من قبل هم في حالة تنقل مستمر ومقرهم هو أعلى الطوابق يريد أن يصل إلى الحقيقة ماذا؟ ها المطلقة ولكنه هو في سعي حديث ماذا؟ للوصول إليها ولا يستطيع أحد أنه عندما يصل إلى موقع يقول ماذا؟ هذه وليست غيرها إلى أعلى الطوابق وأعلى الطوابق في بناء لا يكف لحظة واحدة عن الارتفاع إذن الحقيقة واقفة أو متحركة ملانة إذن لا يستطيع أحد أن يقول بأن الحقيقة العلمية المطلقة بيد من؟ بيدي وليس معناه لا توجد حقيقة مطلقة نعم وإلا إذا لم تكن حقيقة مطلقة عن ماذا نبحث نحن؟ إذا فرضنا أن الحقيقة نسبية وأحنا وصلنا إلى معرفتها انتهى الأمر إذن هذه الفطرة الإنسانية تقول أن الحقيقة مطلقة له نسبية أساسا سعي حديث للوصول إليها الثانية أن الحقيقة وأن التفكير العلمي ثابت أو متغير يعني ثبات العلم أو تغير العلم ها؟ الجواب قانون كل أقوله للأعزة إذا ثبت العلم فقد مات لا حياة للعلم إلا بماذا؟ إلا بتغيره إلا بسيلان في صفحة الصوات عشر هذه عبارته يقول وإذا اعتبرت هذا التغير علامة نقص فيك والبعض يتصور إذا تغير الرأي هذا دليل كمال له دليل نقص مولانا شوفوا التفكير العلمي الحديث كيف يفكر والتفكير العلمي القديم ماذا؟ كيف يفكر التفكير العلمي القديم ماذا يقول؟ يقول الرأي أنا قبل خمسين سنة قلت إلى الآن مجنو؟ أقوله يتصور أن هذا ما هو؟ كمال مع أنه هذا كمال له نقص في التفكير العلمي الحديث هذا نقص في التفكير العلمي الحديث هذا معناه انك دتبحاث لك الاموات واقف مولانا ولكنه انا مرارا ذكرت الاموات على قسمين افقي وعمودي مولانا هذا ميت ماذا ها ها عمودي مولانا وذلك ميت الاحياء هذا اللي يقول قبل اربعين سنة انا قلت الان مش انت بتعبيرنا مولانا يقول لا استودعكم الله هذا يكشف على انه دي يشتغل له ما دي يشتغل لانه اذا دي يشتغل وهذه هي خصوصيات الاعلام الكبار سأبين امثال الشيخ الكبير الشيخ مرتضى الانصار كونوا على ثقة الشيخ مرتضى الانصار اذا تفهموا جيد تجينوا في الصفحة الوالة اول الصفحة يقول شيء وسطها يقول شيء اخرها يقول شيء وانتوا روحوا شوفوا الان المعلقين يقول عجيب الشيخ في اولها الشيخ الان يقولها الشيخ لانه هذا جولان الفكر دي يخليه يستقر على رأي له ما دي يخليه ما دي يخليه عزيز روح الى ابن عربي مولانا يشوف ساعة بتعبير مطهري ساعة في اعلى عليين واخرى ماذا في اسفل السافل بتعبير لماذا لماذا هاي المشكلة المشكلة لانه هذا الرجل دي يفكر ماذا ابين انساء الله اساسا من خصائص ما اطول ان اذا اطول ما نقدر نبين الخصائص في صفحة 17 يقول هذا التغير علامة يعتبر البعض التغير علامة نقصا فانك تخطئ بذلك خطأا فاحشا اذ تفترض عند عند اذ ان العلم الكامل لابد ان يكون ثابتا مع ان ثبات العلم في اي لحظة واعتقاده انه وصل الى حد الكمال اذا وجدت احد اعتقد انه وصل الى حد الكمال لا يعني الا بنهايته وموته هذا ميت لكن لا يشعر الحي يبقى جنو ها اليه يصعد الكلمة لا يستطيع ان يقف لابد ان يصعد اذا كان حيا ومن ثم فان الثبات في هذا المجال هو الذي ينبغي ان يعد علامة نقص لا علامة الكمال الثبات ليس علامة الكمال بل علامة ماذا علامة النقص ها سيقعد ان تذلك تستطيع ان تمييز العالم بعدين منه ما ادري الواضح صار انا قلت لكم عندما تقفون على الخصائص عندما اتضح لكم ماذا من العالم هذا المنهجان في نظرية المعرفة هذه هذه المباني انا اعتقدوا بها ولهذا تجد الان البعض ماذا يتحمل التفت لي جيدا لا تقول لي سيدنا هذا شنو علاقتي بالحوار مع الموحدين سيتضح ان شاء الله من نجي الى ادلة العلمية لاثباتي ماذا ها لاثباتي وجود الله التفت اول لابد نعرف الخصائص ما هي الخصوصية الثالثة التفت وهي من اهم الخصائص في التفكير العلمي الحديث في التفكير العلمي الحديث اعزائي التف جيدا وهذا ساقف عنده مفصلا في العلم في منظوره الجديد ان شاء الله ساقف عليه وابين لكم ماذا هو العلم بحسب ماذا ما اخر ما وصل اليه القرن العشرين واواء القرن الواحد وعشرين ما هو التفكير العلمي ان شاء الله سنقف من محققين في هذا فيه فلسفة العلم لتفتوا لي جيدا الخصوصية الثالثة ان البحث العلمي لا يمكن ان ينتج الا بتداخله مع البحث الفلسفي وان البحث الفلسفي لا يمكن ان يعطيك نتائج بلا مقدمات شنو ها علمية فهذه من اخطر خصائص ماذا ومن اهم خصائص التفكير العلمي الحديث وهو التداخل بين ماذا بين البحث العلمي والبحث الفلسفي بين البحث العلمي والنتائج العقلية المترتبة عليها وفي كثير من الحالات في صفحة 28 عزيزي وفي كثير من الحالات يلجأ العلم بعد الوصول الى النظرية العامة الى الاستنباط العقلي اذ يتخذ من النظرية نقطة ارتكاز او مقدمة اولى ما عندي وقت اقراه يقول اي ان العنصر التجريبي والعنصر العقلي متداخلان متبادلان لا يمكن ان ينفك احدهما عن الاخر وهذا اذا تذكرون قرأناه من ستيفن هوكينغ مولانا ماذا قال قال بانه هذن متداخلات البحث العلمي يقف عند حد بعد ذلك من لابد يدخل على الخط ها الفيلسوف البحث العقلي البحث المنطقي وهذا الذي تجده بشكل واضح في نظرية الاحتمال لاستاذنا الشهيد تجده بانه يقول من نجمع في الاستقراء الناقص لا يمكن ان نعطي قاعدة كلية الا من خلال قواعد ماذا قواعد فلسفية عقلية ما يمكن غير هذا لا يمكن غير هذا قال متبادلان كما ان الاستقراء الذي نتقيد فيه بالظواهر الملاحظة التي نلاحظها والاستنباط الذي نستخدم فيه عقولنا متخطين هذه الظواهر الملاحظة يتداخلان بدورهما ولا يمكن ان يعد احدهما بديلا عن الاخر واطمئنوا انه انما لم يكمل العلم لانه فصل حسابه عمن عن الفلسفة ولم تكمل الفلسفة لانها فصلت حسابها ماذا عن العلم وهذه من اهم من اهم افات الحوزات العلمية عندنا عندما تبحث الابحاث الفلسفية فهي بعيدة عن الابحاث ماذا العلمية وهكذا جامعاتنا تبحث الابحاث العلمية بعيدة عن ماذا عن الابحاث الفلسفية ولا كما لا لاحدهما الا بالاخر هذا مهم جدا لانه بعد ذلك عندما نريد ان نقيم ادلة فلسفية لاثبات وجود الله مقدمات لابد ماذا تكون علمية وعندما نريد ان نستفد من ادلة علمية لاثبات وجود الله لابد ان نستند الى ماذا قواعد فلسفية ما قد الواضح اي القضية ولهذا قال فالتجريبية والعقلية ليس في العلم منهجين مستقلين كما الان نتعارف عليهما هذا منهج علمي هذا منهجين اقلي فلسفية لا هذا منهج واحد يكمل احدهما ماذا الاخر ليس في العلم منهجين مستقلين بل هما مرحلتان في طريق واحد المقدمات من العلم والنتائج ماذا ها من العقل والفلسفة وفي اغلب الاحيان يكون العلم في بداية تطوره تجريبيا وعندما ينضج يكتسب التي الذي جانب ذلك الصيغة العقلية الاستنباطية الان التفتوا جيدا مولان لعد هاي العلوم الانسانية يقول الكلام الكلام كل العلوم الانسانية من نفسية واجتماعية وكذا هذه لكي تكون قواعد كلية تحتاج الى قواعد ماذا عقلية فلسفية اما العلوم الانسانية فربما كانت في معظم حالاتها تمر الان بالمرحلة التجريبية التي تكدس فيها المعارف انتظارا للمرحلة التي تنضج فيها الى التي حد اكتشاف القوانين او المبادئ ماذا العامة لها هاي الخصوصية الثالثة خلي ذي نكم ولازموا الخصوصية الثالثة هاي نتيجة الخصوصية بعد ما واصل الى الرابعة ونتيجة الخصوصية اذا اعزائنا التفتولي اذا في كل مجموعة معلومات في كل مجموعة معلومات من العلوم التجريبية تضيف اليها قواعدها العقلية يوصلك الى اليقين او لا يوصلك الى اليقين نعم تصل الى اليقين مو البعض تصور نحن من قلنا ان الحقيقة العلمية نسبية اذا شك لا عزيزي يقين ولكنه يقين مطلق لو يقين ماذا مقيد اي منهما مشك فرق كبير بين الشك وبين اليقين ماذا ها المقيد اضرب لك مثال عزيزي خلي ذي نكمي الان انت جالس امامي انا عندي شك انك جالس واقف لو عندي يقين انك جالس ها ولكن هذا دائمي له نسبة اذا نسبية الشيء لا تنافي ماذا يقينيتها وهذه من الاخطاء الشائعة بمجرد يسمع ان تقول نسبي متغير يقول اذا انت شنو شكك لا عزيزي انت واقعا لا تعرفوا ابجديات نظرية المعرفة وهؤلاء يصرحون بهذه الحقيقة من انه لا يتبادر الى ذهن احد اذا قلنا نحن لا نملك الحقيقة المطلقة اذا نحن شكاكون لا نحن على يقين افضل من يقينكم بالف مرات ولكن نقول هذا ما دلنا عليه الدليل ولعله ماذا ها في بعد الف سنة مولانا بعد مئة سنة بعد خمسين سنة تأتي ادلة اخرى يتبدل يقيننا الى يقين اخر مو شكنا الى شك اخر الواضح قدرت اوصل النظرية اعزائي كثير من الاعزاء يسألون سيدنا هذا الذي تقوله اذا كانت الحقيقة نسبية اذا انت من الشكاكين او هذا شك في شك الجواب كلا هذا ليس شك وانما ماذا يقين اعزائي يقين ولكنه يقين ماذا ها يقين ولهذا في صفحة تسعة وثلاثين اعزائي من الكتاب بشكل واضح وصريح يقول وهذه الصفة هي التي تجعل الحقيقة العلمية يقينية دكتور مو انت قلت الحقيقة العلمية متغيرة نسبية مو بل الحقيقة العلمية متغيرة هذا ليس معناها انها ليست ماذا ليست يقينية من قال لكم بانه اذا صارت نسبية فليست ماذا انت لا تميزوا بين النسبي والدوام فيما يتعلق بالامتداد الزماني وبين الشك واليقين فيما يتعلق بالقضية نفسها مولان فان اليقين والشك محمولان او وصفان للقضية اللي موجودة الان اما نسبية ومطلقة مرتبطة بامتداد الزمان واحدهما غير الاخر فلهذا يقول كما هي الحال عندما شكك في فلان ولان اذا كان اليقين العلمي يعتمد على براهين وادلة لمن اين تقول ان القضية العلمية يقينية يقول لانه يعتمد على براهين وادلة منطقية فان هذا لا يعني على الاطلاق فان قلت لعد اذا كان الامر كذلك لابد ان يكون ثابتا يقول لا ملازمة ان يكون يقينيا وان يكون ماذا ثابتا فان هذا لا يعني على الاطلاق انه يقين ثابت او نهائي فالعلم لا يعترف بشيء اسمه الحقائق النهائية لكن يعترف بشيء اسمه الحقائق اليقيني ما ادري استطعت اوصل هاي الفكرة الاساسية في نظرية المعرفة فان العلم لا يعترف بشيء اسمه الحقائق النهائية التي تسري على كل زمان ومكان بل يعمل حسابا للتغير والتطور المستمر اي ان اعتماد العلم على ادلة مقنعة للعقل بصورة قاطعة لا يعني ان الحقائق تعلو على التغيير ونحو ذلك بل ان المقصود من ذلك ان البرهان العلمي يقنع كل من يستطيع فهم هذا البرآن في ضوء حالة العلم في عصر معين اما ان تتحول القضية العلمية الى حقيقة تفرض نفسها هسا اذا قدرت تجعلها مطلقة هنيئا لك ولكنه لا يمكن ان يقول بمجرد صارت يقينية تقول ما هي مطلقة هذا هما تينا الامر الخصوصية الرابعة الخصوصية الخامسة التفتوا جيدا التفتوا جيدا وهذه من اهم خصائص التفكير العلمي الحديث اعزائي طبعا هاي خصائص بعد الكوانه بس مختصرا وان لا لو اريد نقف عند هذا الكتاب والخصه للاعزة واعطي نتائج هاي النظريات كونوا على ثق نحتاج اربع خمس حلقات اللي لم يكن اكثر فنخرج عن طبيعة بحثنا هذا يصير بعد خصائص التفكير العلمي الحديث يصير تعالوا معنا الى صفحة مية وسبعة وخمسين بعد من مية واربعين لا مية وسبعة وخمسين اللي انا بيني وبين الله هذا الكتاب يعني لا يوجد حرف منه انا ما ذاكر ما هو ونقاط لانه جدا كتاب مفيد ومفيد ومفيد اعزائي تعالوا معنا الى صفحة مية وسبعة وخمسين من اهم خصائص التفكير العلمي الحديث ان هناك تناسبا عكسيا بين عدد المعلومات وبين القدرة على الابتكار والابداع يعني شو خلي ذهنكم اذا فرضنا من باب المثال لا يقول لي قائل سيدنا هذا المثال لا ينطبق لا انا دعو اقرب من جهة اذا جئت باناء يستوعب كيلوين لطبخ الرز عندما تضعه في الماء ويأخذ الماء بالغليان اكو مجال ان هذه الحبات شنو تتحرك او لا يوجد ها يوجد مجال فيها الماذا لانه الاناء يسع خمس كيلوات اربع كيلوات انت واضع فيه شقيت كيلوين فعندما يغلي الماء يحركه يمينا ويسارا اعلى واسفل او لا فاذا وضعت في هذا الاناء عشر كيلوات تمن ملاء والماء ام يغلي هذه الحبة من التمن تتحرك من مكانها او لا تتحرك لماذا ها لانه اكو قدرة على الحركة او لا توجد لا توجد قدرة على الحركة لانه المجال مضيق في النظريات النفسية الحديثة في العلوم الانسانية يقولون كلما ازدادت المعلومات ضيقت من قدرة الانسان على التفكير لانه عادة فقط يريد هاي المعلومات اللي يحصلها يريد شنو ها يوصلها اليك خلاص عند قدرة على ان هذه يصير عذبها تحولات وتفاعلات وابداعات او لا توجد هذه دراسات الحديثة ها تقول لي سيدنا هاي برهان هاي مو بحث فلسفي هاي قضية شنو تجريبية هاي علوم النفس ها التجريبي علم النفس التجريبي يجدون بانه ولذا تجدون المناهج الان في الغرب مقائمة على على اساسي ملء ذهن التلميذ بالمعلومات وانما اعطاه القدرة على ماذا ها على التفكير ما ادري واضح ولا ولهذا تجد القرآن الكريم من اوله الى اخره يتفكرون يفكرون كله فكر 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 مو يجمعون المعلومات يجمعون المعلومات هذا مو معنى انه ما تحتاج معلومات لا تحتاج ولكن تحتاج بقدر ماذا بقدر معين حتى تستطيع ان تفكر فيها الان حوزاتنا العلمية ومدارسنا الرسمية مولانة هدفها تعليم الانسان على ان يفكر له على ان تكون معلوماته اكثر الهم عنده هاي المادة لابد مخلصها بالجامعة لو بالحوزة اتا مخلص مكاسب لو ما مخلص مخلص كفاية لو هذا الهارة حفظت الكفاية لو ما حفظت الكفاية وانا اتذكر للاعزة ذاكر هاي الحقيقة سألت السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه هذا السؤال ومرارا انا ذاكر لانه من نهج علمي دقيق عميق ولدى امثال محمد باقر الصدر او مثل محمد باقر الصدر سألته هذا السؤال قلت له سيدنا لو سألتك سؤال واريد جوابه في جملة واحدة كيف صار محمد باقر الصدر محمد باقر الصدر قال اذا اردت ان اجيبك في جملة واحدة اقول لك تسعون في المائة فكر وعشر في المائة مطالعة شوفوا المنهج الحديث فينتج ماذا ها ينتج يوم يكتب فلسفتنا بعد مدة مولانة كله يهدمه يكتب شنوه اسس منطقي هذا ضمن التفكير العلمي الحديث كمال لو نقص مولان هذا الذي قلنا خصوصي الاولى وهو انه ولهذا عبارته هذا الرجل دكتور فؤاد زكريا يقول ان ملء الذهن بالمعلومات المكدسة كثيرا ما كثيرا ما يكون على حساب قدرة الذهن على الابداع هاي تجارب عزيزي مو مو قضية فلسفية هتقول ما هو برهان الفلسفي مو بحث فلسفي هذي علوم ماذا ها هذي تجريبية هذي وكأن التكدسة والحشو الذي امتلأ به الذهن يمنعه من الحركة الطليقة ويخلق لديه نزوعا الى ترديد ما سبق له ان قرأه او سمعه هذي الحافظ هاي يريد ماذا هاي يكررها عليك وهو نوع مضاد لكل ابداع هاي حالة التكرار حالة ماذا ان يقول معلومات كثيرة فالذهن المزدحم بالمعلومات المنشغل دائما بما يأتيه من المصادر الاخرى لا تعود لديه قدرة او طاقة على كشف الجديد ولهذا انتو تجدون الان نجلس نفتخر ان نملة صدره فهمنا مولان ابن عربي فهمنا مولان شيخ الطائف قال وكل همك جنو اتكرر ما قاله شيخ الطائف اصلا المنهج كاملا مختلف عن التفكير العلمي الحديث ولهذا تجد في العصور السابقة عدنا فلاسفة عدنا وصوليين عدنا فقاء والان عموما ما هم يقلدون يقلدون لماذا لان المنهج اختلف المنهج اختلف المنهج اختلف عزيزي ما ادري واضح قدرت اوصل لهذه القضية الى ذهن العزيزي يقول بل يجد متعته الكبرى في افراغ محتوياته امام الناس في كل مناسبة وهو عمل قد يبهر البعض يقول اش قد معلومات عنده اش قد معلومات اصلا شنو موسوعة بل هو موسوعة ولكنه ماذا ما زدتال في البلد الا نسخة هاي الكتب والان شاد بالمكتبة حفظتها شنو صارا فاد نسخة اخرى لكنه لا يدل على اصالة او ابتكار وهكذا يبدو ان هناك تناسبا عكسيا بين استخدام المرء التفت هذا القانون الاصلي في علم النفس الحديث بين استخدام المرء لذاكرته واستخدام المرء لملكاته الخلاقة فكلما كانت الذاكرة اقوى اكثر جمعا للمعلومات ضعفت يا ملكة ملكة الخلاقين والعكس صحيح ما ادري واضح ولا واضح القانون عزيزي قال وهكذا يبدو وهذا التناسب العكسي التفت جيدا الان احنا في اي عصر دا نعيش ملان عصر شنو عصر شنو عزيزي عصر الملعول هاي العولمة ذاك بعد طبعا لا لا تكنولوجيا المعلومات يعني ثورة الاتصالات يعني الشبكة الانكبوتية يعني ماذا يعني الانترنت يقول هذا هو الذي دا يجعل الغرب ويجعل الدول المتقدمة دا تتقدم علينا بسنوات ضوئية ليش شنو الملازمة الجواب لان الذاكرة او كلوها الى ماذا الى الجهاز بعد ما يحتاج انه يروح للجهاز ما يحتاج يروح الذاكرتها هي يحفظ معلومات هذه زر هنا زر هنا انا يعطي معلومات ما الخمسة الاف سنة مولانا انما الكلام ماذا دا يحرك القوة الخلاقة مالتا ولهذا تجد اطفالهم مولانا يختلفون عن اطفال فلاسفتهم يختلفون عن تقول بابا اخو بابا انا معي الجواب لانو انت الى الان دا تعيش عصر الذاكرة مو عصر ماذا الخلاقية والابداع ولهذا تجد ذاك الطرف انت من تحت شويا كأنك انت من جيله واشنو من اجيال اخرى احسنتم ولهذا التقارن بين هذا المنهج وذاك المنهج من حيث الزمان والمكان لعله يوجد ماذا تقارن اما من حيث المنهج والعقلية والفكرة اكو تقارن لو اكو فاصلة فروق قرون مولانا يقول بابا انت مال القرون الوسطى احنا وين انت وين اين الاشكالية اشكالية في المنهج اشكالية في المؤسسة الدينية اشكالية في الجامعة لا يقول لي قال سيدنا ليه ماذا فقط تشكل على المؤسسة لا هذا منهج الان لانه الطالب من نانا يروح للجامعة من الجامعة يجي المنهج ما هو كم كتاب مطالع كم كتاب حافظ اشقد يمتحن مو اشقد يبدع وعنده فكر ماذا خلاق بل اللي يريد يبدع ويصير خلاق شي يصير يصير اهل الريب والبدعم مولانا بمجرد يريد يحرك ملكة ماذا ها الخلاق مالته والتساؤلات شي يصير مولانا شي يصير اصح بدع يصير ليش لابد يكرر ماذا الكمال في تكرار كلمات السابقين يقول خلي ذهنك يمي يقول وهذا التناسب العكس يصير في يصير في عصر العقول الالكترونية التي تتولى عن الانسان اعمال الذاكرة الالية في صالح ملكات الابداع بغير حدود اشتركوا في القناة